السلام عليكم يا شباب ازايكم? عامليني النهاردة بازن الله حلقة جديدة من محاكي حياة المزارعة. قبل ما نبدأ ما تنسلوش تدهل اخواتنا فلسطين وتصالوا عن نبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتنزل حالا تحط لي بقى اللايك الجميل بتاعك. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. واشترك في القناة لو انت مش مشترك وفعل زرار الجرس. ويلا بينا. طبعا جماعة ورجعنا تاني لمزارعاتنا الجميلة وطبعا اشتغلت شوها في الكواليس وجمعت مبلغ الى حد ما كويس تسعة تلاف ستمية سبعة وتمانين دولار. وجاي النهاردة بصراحة عشان اشتري الصوبة الزراعية الجديدة. ونشوف هل فعلا بتطلع الزرع بسرعة ولا لأ? فالله بينا نبدأ على طول. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللابنزلات احديث وانا شايف في محل تفتح جديد قدامي هنا. المفروض ان المحل ده بيبيع السنديق عشان يسهل علينا حصاد الزرع. سمع عليكم ازاك عمل حج صباح الفل عامل ايه اخبارك? انا اول مرة شوف بصراحة بيع قاعد في اي محل هنا. شكلك كده مقلق من القارية دي. او جاي غزبا عنك يعني جايبينك غزبا عنك هنا. المهم خلونا دلوقتي على طول نتحرك للصوبة الزراعية اللي انا بقول لكم عليها. علشان نشتريها. طبعا كاتب لي هنا زيادة في سرعة نمو المحاصيل بالنسبة خمسة عشرين في المية. يعني المفروض دي هتخلينا نجمع فلوس بسرعة جدا. فخلونا على طول نشتريها بيت بلاستيكي بستة الاف ربعمية تسعة واربعين دولار. تعالوا بقى نفتح البيت البلاستيكي ده او الصوبة الزراعية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله. طبعا انا كان نفس اشتريت تانية بصراحة بس تجميع الفلوس هنا صعب شوية جماعة. على ما بنزرع بقى ونحصد وبعد كده نبيع الزرع. بناخد وقت كبير قوي. المهم ان احنا اشترينا في الاول الصوبة الزراعية بتاعتنا فيها كم قطعة ارض بقى. المفروض ان هي فيها سناديق زراعية. اللي هي المربعات اللي بتزارع فيها دي. عندنا اول قطعة فيها اتنين وتاني قطعة فيها اتنين. كل القطعة موجود فيها قطعتين ارض عشان نزرع فيهم. طيب على طول دلوقتي نتحرك على العربية بتاعتنا عشان نبتدي نجيب شتلات. طبعا هجرب اغلى شتلات اللي هي ليقطين. لانها بتاخد وقت كبير جدا. بتاخد حوالي سبعتشار دقيقة وتسعتشار دقيقة حاجة زي كده يعني. المهم ناخد العربية بتاعتنا. انا مش هارف العربية بتاعتي دي كل شوية ترجع هنا في المكان ده ليه? حاجة غريبة جدا يعني. طيب ناخد العربية دي ونتحرك بها على طول على سوق المزارعين. وطرى بقى سوق المزارعين. بقى له صاحب يعني فيه راجل قاعد هناك زي الراجل اللي قاعد اصد البيت عندي ولا لا? تعالوا نتحرك هناك كده. ونشوف ايه اللي حصل جديد? لأ صاحب المكان مش خايف عليه اصلا. واسك فينا الحمد الله. طيب هنوقف العربية بتاعتنا هنا. وننزل نشتري اغلى شتلات اللي هي اليوكتين. شتل اليوكتين بربعمائة تسعة وتسعين دولار. هنشتري تلاتة. ادي واحد. هنحمل طبعا على العربية. وادي التاني. وادي التالت. والله بفكر اشتري كمان رف من ده. طبعا الرف ده اللي بنخزن عليه السماد. ونخزن عليه كمان الشتلات او السنديل. هنحطه معنا في العربية. ونشتري كمان رف عشان نحطه جنب الصوبة الزراعية. وايه تعالوا نبص هنا نشوف ازا كان في حاجة جديدة. اتوقع ما فيش اي حاجة جديدة موجودة هنا في المحل. طيب ناخد العربية بتاعتنا. وعلى طول نتحرك من الطريق ده. مش همشي بقى من الطريق التاني زي كل مرة. طبعا البيت ده بيتباع. مش عارف بصراحة كان بحوالي تلاتاتلاف دولار او الفين سبعمائة تسعة وتسعين. مش وقته الصراحة يعني. هنتحرك للصوبة بتاعتنا عشان نبتدي نزرحها ونشوف هل فعلا هتفرق معنا في حصاد الزرع. طيب هنسيب العربية هنا. ونبتدي ننزل الحاجة اللي احنا اشتريناها. هتلي الشتلات اللي احنا اشتريناها ونبتدي على طول نزرحها في قطع الارض دي. طيب هنحط هنا شتل اليقتين. ونزرع هنا برضو الشتلات يقتين. ونزرع في المكان ده برضو. ونحط هنا شتل. ونحط هنا شتل وكده الصندوق فضى. عندنا هنا الزبالة ممكن نرمي فيها الصندوق اللي فضى. وناخد كمان الشتلات. نحطها عندنا في الصوبة الزراعية. نحط هنا الشتلات برضو يقتين. بصوا الوقت قد ايه من غير المية ومن غير السمد? اربعتاشر دقيقة. او خمستاشر دقيقة. لسه بقى نحط المية ولسه نحط كمان السماد ونشوف هتطلع في قد ايه. المهم بس نحط الشتلات الاول. كده خلاص خلصنا تاني صندوق. وناخد الصندوق التالت. نحط برضو هنا في الصوبة الزراعية. نحط هنا شاتلياقتين وهنا شاتلياقتين. ونحط هنا برضو في النص معنا. بالزبط يا جماعة. الا واحدة بس. يعني الصوبة دي بتاخد تلات سنديق شتلات. طيب. دلوقتي عايزين نسقي بقى الزرع ده كله. والله بفكر اننا اخد خزان المية اللي هنا ده. ونحطه جنب الصوبة الزراعية عشان يبقى سهلة علينا ان احنا ناخد مية ونسق الزرع بتاعنا. طيب هينفع نحطه هنا مسلا كده? هينفع عادي. وممكن جوه برضو. بس المكان دايق جوه. هنحط الخزان ده هنا مسلا. وتعالوا نجيب الجردل عشان نبتدي نسق الزرع. وعايزين كمان ناخد السماد اللي هنا. المهم بس هتلي الجردل الكبير ده عشان نسق الزرع بتاعنا. ونشوف الوقت هيقل لقد ايه? هنبتدي بقى نسق الزرع ده كله. هو يعتبر طلع خلاص يعني. طيب هنحط هنا مية وهنا مية وهنا مية وهنا برضو مية. والمية خالصت. هنملى مية من الخزان. ونحط هنا مية وهنا مية. لقى الشغل هنا في الصوبة مترتب جامد. الزرع كله محتوط جنب بعضه بشكل حلو. في نفس الوقت انا بتحرك بسهولة في الوسط هنا. طيب نحط كمان مية على الزرع ده. ونملى من الخزان. ونحط برضو مية. اتوقع كده سقينا كله. فاضل بس التلاتة دولة. وكده سقينا الزرع بتاعنا كله. وقل لعشر دقايق وسبعة عشر ثانية. طيب سقينا الزرع بتاعنا كله. تعالوا بقى نتحرك نجيب السماد. الاول بس قبل اي حاجة ناخد الرف اللي احنا اشتريناه. هنحط الرف ده هنا. جنب الخزان على طول. عشان هنرس عليه سنديق وهنرس عليه كمان السماد. وهناخد الرف التاني اللي احنا اشتريناه. هنحطه هنا في المكان ده. وكده خلاص الحمد لله جهزنا نفسنا. وكل حاجة عندنا بقى التمام. تعالوا بقى نتحرك نجيب السماد اللي متنطور في كل حتة ده. عندنا شكرتين سماد. ناخدهم معنا ونرجع بيهم تاني للسوبة الزراعية. ونبتدي نسمد كل قطع الارض. نحط بقى السماد كده ونشوف في الوقت هيقل القدق خمس دقايق. خلاص يعتبر خلصنا الزرع بتاعنا يا جماعة. انا محتاجين اضاءة هنا كمان على فكرة. مفيش اضاءة. مش مسلميني اضاءة مع السوبة دي. مفيش اضاءة للأسف. يعني محتاجين لمبتين نحطهم هنا. او عمودين. انا ممكن اخد بال عربية بتاعتي. عشان نسهل على نفسنا. نقل السماد. عندنا هنا شكرتين على الشمال. ناخدهم الاول. نوقف العربية هنا. وناخد شكارة السماد دي نحطها معنا. وناخد كمان الشكرة دي. وعندنا حوالي ست شكارة هنا برضو. ناخدهم معنا. وناخد الرف كمان. ولا نسيب الرف نسيب الرف. اكيد هنحتاجه يعني. نحط كل السماد ده هنا معنا في العربية. وناخد بقى العربية ونرجع تاني للسوبة. ممكن كنا ناخد كمان السنديق اللي على الارض دي. ونشتري شوية سنديق من الراجل اللي فتح جديد ده النفعه. طيب ناخد بس السنديق دي كلها نحمله على العربية كده كده هنحتاجها عشان نحصد الزرع بتاعنا. واتوقع ان انا هروح تاني لسوق المزارعين هشتري كمان شتلات. لان زي ما انتو شايفين. الوقت قل جدا معانا يعني. هنقدر نزرع الكمية حلوة مع بعض. ونحط كمان السندوق ده. ونتحرك للراجل اللي هنا. عشان نشتري منه كم سندوق برضو. نشتري سنديق بيضة. انا صراحة بحب السنديق البيضة. بترسم الفكهة لما بنحصدها يعني. ممكن نشتري سنديق حمرة. نشكل مفيش مشكلة. نشتري كمان صندوق بيض وكفاية كده قوي. ونتحرك للصوبة الزراعية. عشان نبتدي ننزل كل الحاجة اللي معانا دي. قتلي بقى السنديق بتتحط طبعا في الرف عادي جدا. هتتحط زي بكليك شمال. هنبتدي نحط سنديق هنا. لأ ثواني كده. نفس العادة بالزبط. اجي اخد الحاجة من العربية اركب العربية. ناخد كمان السنديق اللي موجودة في العربية كلها. ونحطها على الرف ده. كلمة الرف الصراحة يعني. طيب ينفع حط فوق خلص. لأ ما ينفعش. نرمع على الارض احسان. لان لسه معانا كمان سماد. طيب معايا شكرة سماد. ندخل نسمد بها بقية قطع الارض. بصو لما بنسمد كمان. كده فاضل للزرعة تلات دقيقة بالزبط. وتطلع. في حاجة هنا محتاجة سماد. دي محتاجة سماد. ودي محتاجة سماد. ناخد كمان شكرة سماد. ونسمد اللي باقي في التصوبة هنا. دي بس اللي باقي يا نسمدها. وكده خلاص الزرعة بتاعنا فاضل له حاجة بسيطة جدا ويطلع ونبتدي نحصده ونبيع على طول في البسطة. احلى حاجة في التصوبة الزراعية دي ان هي اقصاد البسطة بتاعتي يعني البسطة بتاعتي هنا والتصوبة هنا. يعني اطلع المحصول وعلى طول اروح ابيعه. بصراحة جماعة نفس اطور البسطة دي. يعني اجيب رفوف اكتر واجيب طاولات اكتر عشان اعرض عليها الشغل بتاعي. نشغل كده الاضاءة. وتعالوا نشوف ليها تطوير او لا 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 لسه ما نزلهاش اي تطوير. طيب ننزل بقية البضاعة من العربية معنا هنا سماد طبعا هنحطه على الرف لاننا مش محتاجينه دلوقتي وهتلي كمان الشكرة دي. فاضل معنا حاجة في العربية تاني. لسه معنا شكرتين كمان. نحطهم عندنا في الرف. وكده خلاص فضينا العربية من كل البضاعة. طيب ناخد العربية بتاعتنا ونتحرك بسرعة جدا لسؤل المزارعين. سواني كده يا جماعة. فيه نقطة تانية مهمة جدا هنا في الصوبة. لازم اقفلها ولا سيبها مفتوحة. يمكن لما اقفلها مسلا وقت يقل عن كده كمان. يعني مسلا دي هتطلع في دقيقة خمسة وعشرين ثانية. تخيلوا خلاص اليقطين طلعها. حرفيا اللي كنا بنعاني قبل كده في الاراضي العادية. دلوقتي بقى بيطلع بالسهولة جدا. طيب هنتحرك تاني لسوق المزارعين من الشارع ده. عشان نشتري كمان شتلت. ممكن اشتري شتلت تانية غير اليقطين. نجربها برضو في الصوبة. زي مسلا الطماطم. الطماطم مكسبة حلو جدا برضو. نشتري مسلا شتل الملفوف. الملفوف غالي برضو على فكرة. بس انا عايز ازرع طماطم. فين الطماطم شتل البندورة بمتين وخمسين دولار. هنشتري حوالي مسلا خمس سنديق ولا حاجة من شتلت البندورة. احنا كده اشترينا كام اتنين. ودي التالت. وهاتلي كمان الرابع. بقى معنا دلوقتي امتين تلاتة وتمانين دولار. ممكن اشتري كمان رف. هتوقع ان انا هحتاجه. هاتلي رفع من ده كمان. بتتسعة وتسعين دولار. وهنحتاج كمان شوية سماد. شو كارتين كده ولا حاجة. وكفاية قوي عشان الفلوس اللي متبقى معنا دي نشتري بيها كمان شوية سنديق. وهتحرك بقى بسرعة جدا للبيت بتاعي عشان انام واصحة الصبح. نكمل شغلنا. سواني. كنا عايزين ننزل نبص عند المحل بتاع العفش ده. نشوف كده يمكن ننزله حاجة جديدة. اهم حاجة فيه سرير. احنا المرة اللي فاتح اشترينا بيت واعدنا ندور على سرير عشان نشتريه علشان ننام عليه وملقناش خالص. لسه محطش سرير. محل طويل عريض زي ده بيبيع عفش. مفوش سراير. طيب. نرجع تاني للعربية بتاعتنا. ونتحرك للبيت. ونعدي برضو على سوق السيارات نشوف لو في عربية جديدة ولا حاجة. فاضل العربية واحدة بس. هنبقى نشتريها قدام ان شاء الله. ثمانها كم دي? ثمانها الفين تسعمائة وتمانين دولار. سيارة شكلها اتغير ولا العربية صدت عشان نوقف بقى لها كتير هنا. طيب ناخد العربية بتاعتنا تاني. ونتحرك بها للبيت. خلاص احنا قربنا من البيت اصلا. وعايزين نجرب النهاردة يا جماعة برضو ان احنا نبيع اي محصول عندنا. يعني ممكن فاكهتين ولا حاجة نبيحهم في نقطة البيع. لان انت قلتولي في الكومنتات ان التمن اللي ظاهر قدامك في اليافطة ده. التمن الفاكهة الواحدة بس. مش الصندوق. نخش النام. طبعا مش شاف حاجة خالص. وصباح الخير. ويوم جديد. واتوقع ان الزراع بتاعنا جاهز عشان نحصده. ناخد بقى العربية معنا. ونتحرك بها عشان نحصد على طول. ونزرع على طول. نوقف بقى عربيتنا هنا. ونبتدي نحصد الزراع بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللي حصل بقى. والزرع ده مطلعش ليه. نستحط في سماد. طيب نسمدهم كده. واصلا طلوا على طول يعني. يعني كده في زرع نقص سماد. ولا كله جهز للاطف. كده بالنسبة لي كله جهز للاطف. طيب نحط الشكرة دي هنا. في الرف. ونبتدي بقى نقطف الزرع بتاعنا. هنقطف طبعا ليكتنتين دولة. وعلى طول نتحرك على البسطة. نعرضهم للبيع. هنحط المحصول ده هنا. ونفتح المحل بتاعنا. وناخد كمان صندوق ونبتدي نحصد الزرع ده. بص بقى انا هحصد وجمع هنا الاول. وبعد كده اخدهم كلهم على العربية. ممكن ادخل العربية هنا وخلاص يعني. نخلي الجردل ده هنا في المكان ده. وناخد ده كمان عشان نحصد فيه اليقطين. نحطه على جنب هنا وهاتلي السندوق ده. نحصد فيه برضه اليقطين. ويتعالي بقى ندخل العربية جوه شوية. بحيس ان انا انقل الزرع فيه على طول. دخلت العربية وننقل بقى الزرع على طول هنا بس الاول ثواني. قبل اي حاجة عايزين ننزل الشتلات اللي معنا دي. كنت انا عايز اجرب حاجة برضو. هينفع الشتلات دي تحط على الرف. ينفع والله. طيب او احنا اشترينا اصلا رفين زيادة اتوقع يعني. ولا اشتريت رف واحد بس. اه اشتريت رف واحد. نخليه مسلا هنا. في المكان ده جنبهم على طول. لا بصراحة شكلهم رائق او. وعلى طول نحط السمات ده في الرف. وناخد بقى الشتلات. نبتدي نزراحها. مكان اللي احنا حصدناهم. ونحط هنا برضو شتل. وهنا شتل. بصوا الزرع اصلا ما بتتزارع في الصوبة. طلع تلتهى. يعني فاضل في الطماطم عشر دقايق. لسه بقى مع المياه والسماد هيبقى فاضل وقت قليل جدا. طيب. نبتدي بقى نحط كل المحصول ده عشان نبيعه. وهاتلي كمان الصندوق ده نحطه في العربية. وهاتلي صندوق من على الرف ده. ونحصد ليقتين. ونحمل على طول في العربية. وهاتلي كمان صندوق. نحصد يقتين. ونحمل في العربية. وهاتلي كمان الصندوق ده مسلا. ونحصد اليقتين اللي هنا. ونحمل في العربية. هي الصوبة التانية تمانها كام? حداشر الف تسعمائة وتسعين دولار. بس على فكرة يا جماعة مساحتها كبيرة جدا. قد التانية مرة كمان. اتوقع يعني. طيب نكمل بس حصاد المحصول. وبعد كنا نبقى نشوف لو جمعنا فلوس نبقى نشتريها عادي يعني. ناخد المحصول اللي هنا. ونحطه في العربية. نملاحز ان مفيش زبان جاتلي خالص. هي الناس اكتفت من اليقتين بتاع المرة اللي فاتت ولا ايه. مش عايزين نشتريه اليقتين. مفروض نشكل بقى. فاضل كم زرعة? حوالي ثلاث سنديق كمان مسلا. او صندوقين بس كفية. عشان الزرعة الواحدة مش هحصدها في صندوق. لازم كل صندوق يشيل اتنين. او ممكن احصد الواحدة اللي باقية دي. تبقى نروح نجرب نبيحها في نقطة البيع. طيب عايزين كمان سنديق. احلى حاجة الراجل اللي فتح جنبي ده. سهل عليا الشغل كتير قوي. اشتري من عنده صندوق واحد بس. وعلى طول نرجع تاني. للصوبة بتاعتنا. الصندوق اتباع بمتين تمانية وعشرين دولار. ونحصد الزرعة دي. ونحطها معنا في العربية. وعايزين نحصد كمان اللي جوه دي. ولا نبتدي نزرع الاول. نبتدي نزرع. خلصنا اول صندوق شتلات. ناخد الصندوق التاني. ده شتل ملفوف. لا طماطم. ماشي. نزرع هنا برضو. طماطم. وخلصنا تاني صندوق. وناخد الصندوق التالت. نزرع برضو طماطم في المكان ده. ونزرع هنا برضو طماطم. ونزرع هنا طماطم. فعلوا كده نروح للراجل اللي بيبيع السنديق عشان نشتري منه صندوق واحد. بس نحصد اليوكتينو اللي بقية. عشان تفضلنا مكان نزرع فيه. نحصد اليوكتينو دي. ونخليه على جنب دلوقتي. كده كده مش هبوز. ونزرع هنا واحد الطماطم. ونسيب الشتل ده على جنب. ولسه معنا كمان شتلات فوقها هي. هنخليه مسلا في الرف ده. وناخد شكرة تسيمد. قتلي الشكرة دي مسلا. ونبتدي نسمد كل الزراع بتاعنا. هيبقى في فاضل وقت قدقيه فيه بقى سبع دقايق. ولسه طبعا المية. نركز بس اهم حاجة عشان ما ننساش اي زرعة هنا. طيب. الشكرة خلصت ناخد شكرة جديدة. قتلي الشكرة دي. نسمد الجنب ده كله. ماشي. نسمد هنا برضو ونسمد هنا. ومحتاجين كمان شكرة. ناخد الشكرة دي مسلا هنا سمدنا كل الزرع. دي محتاجة سماد ودي محتاجة سماد. خلاص يا جماعة الزرع التانية جاهزة خلاص يا اعتبر يعني. طيب في حاجة هنا تسمدتش انا متأكد. هني واحدة بقى. دي ما نسمدتش ودي ما نسمدتش. كده خلاص كل الزرع بتاعنا متسمد والطماطم بدأت تطلع هي. بصنا اصلا لو حطيت المية. خلاص الطماطم طلعت. دقيقتين وتوانتشار ثانية. حلو موضوع الصوبة ده. بصراحة يعني. او البلاستيكي. خلص لنا الزرع بتاعنا بسرعة. والطبيعي المفروض دلوقتي قبل ما سمد واحط المية كنت خدت الزرع اللي انا حصدته حطيته عندي في البسط عشان ابيعه. على ما يكون الزرع ده خلص يكون المحصول اللي انا حصدته اتباعة. بس يلا مش مهم. انا كده عايز اخلص. الزرع ده كله مرة واحدة. طيب كده حطينا مية. في كل الزرع اللي عندنا. فاضله دقيقتين بالزبط ويخلص. تعالوا بقى ناخد العربية. ونرجع بيها على البسطة. عشان نبتدي نبيع كل المحصول ده. وعلى ما نبيعه ان شاء الله يكون المحصول الجديد جاهز للاطف. طيب هنحط هنا صندوق. وانا ما قربتش عربية جوه ليه. ما نكون قربها شوية كده. غاوي تعب انا. طيب ناخد بقى المحصول ده كله. ونعرضه عندنا في البسطة. واحنا عملنا كم صندوق اصلا. مفروض فيه صندوق اتباع. ومعانا شوية سندوق في العربية. هنحطهم هنا في العرض. ونعدهم ونشوف. الصوبة دي بيتخرج كم صندوق. وخلي بالكم ان فيه صندوق هناك فيه زرع واحدة بس. هنحط الصندوق ده هنا كمان. وهاتلي الصندوق ده. هنحطه هنا. فاضل حاجة لسه. لا ما فاضلش حاجة في العربية. الصوبة بقى عملت كم صندوق? دي واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر 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 صندوق. كويسين. طيب نرجع كده للصوبة بتاعتنا. ونشوف زي هتطلع ولا لسه? خلاص يا جماعة هتطلع ستة عشرين ثانية. دي نقصة مية. نستحط فيها مية. ودي نقصة مية برضو. في حاجة تانية نقصة ولا حاجة? لأ كله مسقي وكله متسمد الحمد لله. خلاص احنا هنقطف حالا يعني. دي قدام هدقتين ستة وخمسين ثانية ليه? شمعنا يعني ايه الفرق? طيب على ما الزرع يطلع كنت انا عايز اخد العربية بتاعتي اتحرك اشتري عمويد. احنا معنا دلوقتي تلتمية تمانية وعشرين دولار. طبعا مش ااخد العمويد اللي في الاراضي يعني. اشتري عمويد جديدة. انا اتحرك طبعا من الشارع ده ولا سواني? لأ ممكن اتحرك من هنا عادي. انا كنت بقول ان الشارع التاني اقصر من ده. بس ده عادي برضه مش طويل قوي. عديني كده ست الكل بعد اذنك. بص احنا يعتبر لفين لفة كبيرة لحد ما شوية يعني. وصلنا للمحل اللي بيبيع لوازم البيت. هننزل بس نشتري من عنده عمويدين. العمويد الواحد بكام. بمية دولار اتوقع. والعربية دي اول مرة اشوفها هنا على فكرة. فيه صندوق تبقى عندنا بامتين خمسة وعشرين دولار. عزيني نشتري عمودين من دولة. قلل سعره على فكرة بقى بسة وسبعين دولار. كان بمية الاول. طيب كويس. عمل لنا خاصمي يعني. ناخد كمان عمود من ده. وكفاية عمودين اوي. نرجع تاني للعربية بتاعتنا ونحط العمود. ونتحرك على الباستة. او على الصوبة الزراعية عشان نحط العمويد دي. طيب وصلت. للبيت البلاستيكي. ناخد بقى العمود ده. نحط العمود ده فين? في النص هنا. لأ سواني ممكن اخليه في الزاوية في المكان ده. اتوقع هينفع. الله. الله على الرواءان. بس انا احس ان الاضاء بتاعته ضربه في الازاز اوي. بس ان وراء الدنيا شوية برضو. سواني كده. قد لي كده العمود ده بعد اذنك. ممكن نخليه مسلا هنا في النص في المكان ده. ام كويس برضو مش وحش. بس اتوقع ان انا اخليه في الزاوية. عشان ما يلبخنيش انا بتحرك جوة الصوبة الزراعية. طيب ناخد العمود ده هنا. ونشغله على طول. لأ بجد الله ينوع. ممكن كنت تخلي برضو العمود ده بره لصوبة. سواني كده. لو خلناه بره. اللي هيحصل. هلو كده نجرب يعني نخليه مسلا هنا. ونشوف كده في حاجة غارت ولا لأ. ام مش ملاحز اي فرق على فكرة. بس بره احسن تسدوه. ماشي. ونخليه هنا مسلا في المكان ده. وندخل بقى لصوبة بتاعتنا عشان نبتدي نحصط كل الزراع ده. نروح بقى للراجل بتاع السنديق. ونرجع بالعربية بتاعتنا عشان نحمل عليها شوية سنديق. سمع عليكم. ازاك عمل حاجة صباح الفل. وانت بتبقى لسنديق بس. ما عندكش شتلات هنا. طيب هنشتري سنديق بيضة. وسنديق زرق ماشي وسنديق حمرة وسنديق خضرة. يمكن بتفرق ولا حاجة. مع ان احنا جربنا قبل كده ما لقيناش اي فرق. انا اشتريت سنديق كتير جدا على فكرة. طيب ناخد العربية بتاعتنا ونتحرك بها للصوبة عشان نبتدي نحصد الزرع بتاعنا. المحصول بتاعنا خلص. المحصول كل خلص. ما عندش في حاجة في البسطة اصلا. ناس خلصت البضاعة كلها. لأ لسه فيه سندوق هناك كمان هو. ناخد بقى الزرع ده. كده كده جاهز الحمد لله يعني. وننزل بس السنديق دي الاول. اشترينا كمية رهيبة الصراح. طيب فين السندوق اللي فيه طماطن? السندوق ده فيه طماطن. على فكرة انا محتاج كمان عمود هنا. في المنطقة دي. تخيلوا بقى ثواني. هاتلي مثلا العمود ده. هنخليه هنا. عشان ننور بس قصاد للصوبة يعني. اه كده كويس. مية مية. بس المكان ضل من جوه. مش مهم. طيب نبتدي بقى ناخد السنديق دي. ونحصد فيها الطماطم. ونحمل على طول على العربية. وهاتلي كمان الطماطم دي. ونحملها على العربية. وهاتلي كمان السندوق ده. نحمل فيه طماطم. ونحمل على طول على العربية. احنا جمعنا من اول زرعة الفين ثمانمية تلاتة وتمانين دولار. وعلى فكرة لسه معنا شتلات. ولسه معنا محصول كمان. طيب. ناخد كمان زرعة طماطم. وفاضل كم صندوق. ادي واحد اتنين تلات سنديق بالزبط. بيبقى كده حصدنا كل المحصول. هاتلي كمان السندوق الطماطم ده. بصة جماعة انا شكلي كده هشتري كمان حوالي تلات عمويد ولا حاجة. حطوهم حاولين الصوبة هنا. لان زي ما انتم شايفين المكان ضلمة خالص. طيب. ناخد كمان صندوق. ونحصد فيه زرعة الطماطم. ومحتاجين صندوق واحد بس. تعالوا نروح للراجل ده. الراجل المحترم اللي جنبي ده. اترخرك يا حج والله. اترخرك ان انت جيت فتحت جنبي هنا. بس انت محتاج اضاءة حج والله. تقعد في الضلمة كده ازاي? ثواني. وفي ايه? الدنيا مضلمة جامد ليه كده? شغل يعمل عمويد دي. شغل باش. هاتلي العمودة معي. لأ مش هينفع عشان شايل صندوق. قال لا. لأ سمع كلامي وشغل الاضاءة هو. والله العظيم. والعمود ده اشتغل امتى? غريبة. كانت الدنيا مضلمة عندي ودلوقتي جامد. طيب. هاتلي الطماطم اللي هنا. وكده خلاص حصدنا كل الزرع بتاعنا. كنت انا ممكن اخش انام الاول واسح الصبح عشان نشوف ايه اللي احنا بنعمله. طبعا جماعة صباح الخير ويوم جديد. في اللي بس الجنريتور ده. وتعالوا بقى ناخد العربية اللي محملة بضاعة. ونحط كل بضاعتنا. عندنا في البسطة. ونبتدي على طول نباعها ونشوف هنكسب منها كام. المفروض كمان بعد ما احط البضاعة على طول اروح ازرع الشتلات اللي باقية. ما ننساش دي اهم حاجة. طيب ناخد صندوق الطماطم ده. وناخد تاني صندوق وهاتلي صندوق كمان. وهاتلي كمان صندوق. احنا عملنا كم صندوق بقى بالصلاة على النبي. وفيه صندوق زيادة بس عن المرة اللي فاتت. طيب نحط هنا طماطم كمان. وهاتلي صندوق الطماطم ده. ونشوف بقى الطماطم كمان بتتبع بكام? السندوق الواحدة يكسر المتين? ولا لا? طيب هنحط هنا كمان طماطم. وفاضل كم صندوق بقى? صندوق واحد بس. كده خلاص. الحمد لله حطينا الزراع بتاعنا. عملنا كم صندوق بقى دي? واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اتناشر اربعتاشر. اربعتاشر صندوق. يعني الصوبة دي بتخرج اربعتاشر صندوق. طيب هرجع تاني بالصوبة بتاعتي. ونبتدي نزرع زرعة جديدة. معنا هنا الشتلات طماطم. هنزرحها على طول. والصندوق فضى. نرميه طبعا. وهاتلي كمان الصندوق بتاع الشتلات اللي هنا. ده ملفوف. ولا طماطم برضو? طماطم. ما اشتريتش هنا ملفوف. طيب نزرع في النص هنا. ونزرع هنا كمان وهنا. فاضل شتل واحدة بس. نحطها برضو هنا. ونبتدي نسقي الشتلات دي. قتلي بس مية. نعبي من الخزان. ونحط هنا كمان مية. 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 كده خلاص. ان الزرع بتاعنا كله على فكرة. تأكد برضو. في واحدة هنا ما تسقتش. ايه حاجات هنا محتاجة تتسقى? اتوقع مفيش. كله كده مسقي معانا. ده بجد الله ينور. اقول صندوق اتباع بمية سبعة وستين دولار. مش كتير اوي الصراحة يعني. بس في نفس الوقت كان نسبة وتناسب ما بينه وما بين. اتوقع ان الطماطم احلى. لان شتل الطماطم بمتين تسعة واربعين دولار. وشتل بخمسمية دولار. بصوا بقى احسبوها انتو وقولولي في الكومنتات ازا كان الطماطم احسن من ولا لا? طيب ناخد شكارة الشكرة اللي موجودة هنا مسلا. ونحط هي كانت خلصت اصلا. وهت لي كمان الشكرة دي. خط هنا برضو سماد. الشكرة خلصانة برضو. طيب ناخد كمان الشكرة دي. حطينا هنا سماد وحطينا هنا سماد. ونحط هنا كمان سماد في الطماطم. ونحط هنا كمان سماد. ودي محتاجة سماد لا دي متسمدة. وهاتلي كمان شكارة سماد. ونحط كمان سماد هنا. الشكارة خلصانة برضو. طيب هاتلي كمان شكارة. هنحط سماد بانهي واحدة. ايوة هي دي. اللي نقص سماد. طماطم قدامها قدي بقى اربع دقائق تمانية واربعين سانية. توقع لازم نقفل الباب برضو عشان يخلص بسرعة. بقى معنا دلوقتي تلاتلاف خمسمية اتنين واربعين دولار. ايه حاجات تانية محتاجة تتسمد? اتوقع كده خلاص سمدنا كل قطع الارض اللي عندنا. يعني دلوقتي لازم نتحرك تاني عشان نجيب شتلات جديدة. نحط بس الشكارة دي على الرف. وناخد العرباء بتاعتنا. سندوق الطماطم بيتباع بمية سماعة وستين دولار. كل السنة دي اللي اتبعت اتبعت لحد دواتي بمية سماعة وستين دولار. بنفس السعر يعني. مش زال يوكتين كده مرة السعر عالي مرة السعر القليل. طيب هنتحرك لسوق المزارعين. هنشتري شتل ايه بقى المراضي? عايزين نجرب حاجة تانية غير اليوكتين والتماطق. عشان طبعا السوبة الزراعية خلتنا نحصد الزرع بتاعنا بسرعة جدا. طيب نشتري جزر مسلا. نجرب الجزر. واصلا مش هاخد وقت كبير فلما يتحط كمان في السوبة الزراعية مش هاخد وقت كبير خالص. هلو نجرب الجزر كده. ونجرب كمان درة. هنعمل تشكيلة كده من الشتلات اللي عندنا دي. نجرب بطاطو كمان. كفاية اوي كده. شتلات. هنحتاج كمان سماد. هاتلي شكرتين تلاتة ولا حاجة. ونشتري ايه تاني من هنا. جردة المياه هنحتاجه. اظن مش هنحتاجه. ونشترينا المرة اللي فاتت كتاعتين ارض زي دولة. حطناهم عندنا في البسطة. طيب نشتري كمان طاولة بسيطة بتشيل سندقين من دي. ولا نشتري الراف الكبير اللي هنا ده. الراف ده بخمسمائة دولار. بس طبعا لسه الزرع بتاعنا برضو مش كتير قوي. نشتري طاولة بسيطة سندقين. نحطها عندنا في البسطة. وكده خلاص مش محتاجين اي حاجة من هنا تاني. ناخد بقى العربية بتاعتنا. ونتحرك بيها على الصوبة. بص الصوبة اصلا شايفها من هنا. مش بيعيدوا خالص عن سوق المزارعين. يعني الطريق من هنا اسهل من الطريق التاني. الزرع بتاعنا كله اتباع حرفيا. فاضل صندوق بس. هنسيب العربية هنا على جنب. وناخد البضاعة بتاعتنا. عندنا هنا شتل جزر. سواني كده كنت عايز احرك العربية قدام سلنا. عشان يبقى انها اللي سهل. طيب هنوقف العربية هنا وناخد بقى الشتلات. وما تم طلعت ولا لسه? تسعة وخمسين ثانية. صدو لما قفلت الباب فرقت. كانت اربعة دقائية من شوية اصلا. طيب نبتدي نزرع كمان هنا. دي ايه بطاطا? بطاطس. وكده خلصنا صندوق الشتلات ده نلميه. وهات لي كمان صندوق الشتلات. برضو بركبة العربية مصمم الصراحة يعني. حط هنا كمان درة. طيب في حاجة جات في بالي دلوقتي ممكن نجربها. المفروض ان احنا المرة اللي فاتت حطينا الاراضي اللي احنا بنزرع فيها هنا. لهنا خدت الصندوق ده. اللي هو حوط زراعي خشق. وحطيته جوه الصوبة الزراعية. هل الصندوق ده هيتحسب من ضمن السنة دي اللي موجودة جوه الصوبة? ولا لأ? طيب نجرب كده السندوق ده كبير قوي. كنا محتاجين السندوق الصغية. لأ المطور طلع اسكى مننا على فكرة. ما منفعش يتحط اصلا جوه الصوبة. لأ ثواني. بينفع. بس عدي ازاي? ما منفعش هنط فوق الحط ده. لما يتحط مسلا. ينفع عادي. ما فيش مشكلة نزرع فيه. يلا. اصلا الطماطم جهزة للاطف. طيب زرعنا كمان اربع شتلات جوه الصوبة زرعية. حلو الموضوع ده قوي. ننزل بقى كل البضاعة دي. ونحطها على رفوف. هاتلي. الطاولة دي. نحطها عندنا في البسطة. هنكمل في الجنب التاني. وطبعا اكيد هنلفها عشان نزبط العرض بتاعنا. ونحطها هنا. ونرجع تاني للصوبة. نكمل ننزل البضاعة اللي احنا اشتريناها. معنا سماد. نحط سماد هنا ماشي. في الاربع قطع ارض دولة. او في الاربع نقاط دولة. سواني هو الدورة هياخد قد ست دقايق. تعالوا نشوف هنا كده الدورة هياخد قد ايه? اربع دقايق. انا حاسس ان هي يا جماعة اتحسبت من ضمن الصوبة دي. نحط بس السماد ده هنا. ولا الارض اصلا كلها محتاجة سماد. نكمل سماد يا عم. انا نسيت خالص. طيب هاتلي كمان شكرة سماد. ونكمل الارض بتاعتنا. كلها سماد. طماطم اصلا كده كده جهزة. عايزين نحصط الطماطم دي. البطاطس قدامها تلات دقايق تسعة وتعاتين ثانية. نجرب بقى نسقي. خطع الارض دي كلها. مية ونشوف فضلها دي دقتين خمسة وتعاتين ثانية. ونحط هنا مية على الدورة. الدورة هنا في الحض الزراعي ده. قدام اربع دقايق. وهنا قدامه دقيقة واحداشر ثانية. حاسس انها متحسبتش تبع الصوبة يعني. بدتش اتحك عليه ومن. عايزين نحط هنا مية كمان. لا كده خلاص. الحمد لله سقينا الارض بتاعتنا كلها. وفي حاجات جهزة اصلا للحصاد. نفلت اللمبة. شغل اضوء كده. ونزل لي السماد ده. نحط في الرف. وهتلي السماد ده كمان نحطه في الرف. وهتلي السندو ده نحطه هنا. وهتلي الشتلات ماشي. بس هنحتاجها دلوقتي عشان نزراحها تاني عندنا في الصوبة. والمية طبعا في حاجة تانية في سماد. نحط هنا في الرف. وكده خلاص الحمد لله ما فاضلش حاجة. دلوقتي عايزين بقى شوية سنديق. انا بفكر روح اجيب العربية الصغيرة. تعالوا بس الاول ننام قبل ما يدخل علينا. وصباح الخير ويوم جديد. نروح بقى ناخد العربية بتاعتنا الصغيرة دي. نحمل فيها شوية سنديق. احنا محتاجين اربعتاشر صندوق. سواني كده. العربية دي فيها بضعة اصلا. ده فيها كرسي من المرة اللي فاتت. لأ اتوقع ان انا اخد العربية دي يا جماعة. لان دي بتشيل اكتر من التانية. واحنا محتاجين اربعتاشر صندوق اصلا. ننزل هنا وناخد بقى اربعتاشر صندوق بالزبط. نحمل على طول في العربية بقى. اربعة خمسة ستة. ناخد من اللي اخدر ده. سبعة تمانية تسعة عشرة. طيب. كده اخدنا كل كمية السنديق اللي احنا محتاجينها. ونرجع تاني للصوبة. ونبتدي بقى ناخد كل المحصول اللي جهز معانا. زي الطماطم مسلا. وناخد جمان صندوق طماطم. ونحمل على طول في العربية. حلو موضوع العربية دولار. ولسه ما زلت باطلق باطل حد دلوقتي. ناخد كمان البطاطس جهزة والله. كويس. هاتلي الصندوق التاني كمان. هنحصد البطاطس. طب في العربية. وهاتلي الصندوق ده كمان. نحصد الطماطم اللي هنا. ونحطه على طول في العربية. وهاتلي كمان صندوق. خدت بالك يا جماعة احنا وصلنا الاربعة تلاف ربعمية اتنين واربعين دولار. لسه معانا كمية محاصيل رهيبة ما حصلتش الصراحة. درة خالص? لأ لسه قدامه دي ايها خمسة وثلاثين ثانية. اقول لي هناك خالص? لي هناك خالص. ناخد زرعة درة. معادي مفيش مشكلة واحنا معدين. انا كده كده جبنا اصلاً اربعة تشار صندوق على قد بالمحصول اللي هنا كله. معانا كمان بطاطس. نحطها في العربية. وهاتلي كمان البطاطس اللي هنا. نحطها برضو في العربية. وهاتلي كمان صندوق. نحصد فيه البطاطس اللي موجودة هنا. لأ ثواني. نحصد بس الطماطم اهم حاجة. هنسيب البطاطس دي عشان احطها مع الصندوق اللي فيه اقتينة واحدة بس. ونجرب نروح نبيحها في نقطة البيئة. نعدى عليهم واحد واحد كده ونشوف يشتريه بكاب. طيب. الطماطم جاهزة برضو. حط هنا صندوق الطماطم. وقت لي كمان صندوق. نحصد فيه الطماطم. فاضل معانا بس زرعة واحدة. زرعة طماطم. او صندوق مشكل بقى. ثواني هنا طماطم. ناخدها الاول. وناخد كمان صندوق ونحصد الزرعة دي مع زرعة البطاطس. ونبيحها على طول في البسطة مش مهمة. هنروح بس نجرب نبيع اليوكتينة دي. المهم كده خلاص الزرعة بتاعنا جاهز. على بقى نحطه عندنا في البسطة. اتوقع بالزرعة ده هنوصل لحوالي سبعة تلاف دولار. او تمن تلاف دولار حاجة زي كده يعني. طيب انا كنت عايز اقرب العربية شوية عشان يبقى سهل علي برضو. ان انا ننزل المحصول. ابتدي بقى هننزل المحصول بتاعنا كله. وهتلي السندوق الاخير. وكده خلاص حطينا كل المحصول بتاعنا للبيع. فاضل معنا الزرعتين كمان درة. سواني كده. نشوف ازا كان خلص ولا لأ قبل مرة. معنا هنا شتلات اصلا ممكن نزرعها تاني. نحط يا جماعة نزرع على طول. ولسه معنا سندوق شتلات هنا. ناخده. ونبتدي على طول نزرعه. وكده الحمد لله زرعناه. على بقى نسقيه مية كمان بالمرة. عشان يطلع معنا. زرعة درة عمونا. وفيها جزر كمان. الجزر قدامه تلات داية خمسة اربعين ثانية. طيب الزرع دي طلعت جهزة للاطف. خلاص خلصت يا جماعة. ناخد شكرة سماد ونبتدي نسمد الدرة والجزر. وناخد شكرة كمان. نحتاجين كمان شكرة واحدة بس. نسمد الاراضي دي كلها. كده الحمد لله رابع زرع معنا زرعناها النهاردة. طيب عايزين صندوق او صندوقين بالزبط. منفعش اشتري من هنا على طول. ينفع. مش لازم الفله يعني. ما سرقتوش يا حاجة على فكرة انا اشتريته منك يعني. طيب ناخد الزرع دي. ونروح نوديها عندنا في البسطة. بقى معنا دلوقات اربعة تلاف خمسمية سبعة وتمانين دولار. وهيبقى كده فاضل الزرع واحدة بس عندنا. هتليه زرعة الدرة. ونحطها عندنا على طول في البسطة. والمفروض ان انا نستنى بقى شوية لغاية لما كل الزرع دا يتباع. فيه زحمة الزبين هنا ما شاء الله. طبعا انا مش عارف سنة دي ايه اللي عملت اتباع. بس اللي انا ملاحظه ان صندوق البطاطوس اتباع على فكرة بمئة تمانية وخمسين دولار. هنصار حلو برضو. بقى معنا دلوقات خمسة الاف خمسة واربعين دولار. طيب. دلوقتي عايز اخد بقى الصندوق بتاع اليوكتين ده من هنا. ونتحرك به لنقطة البيع. ونشوف هل فعلا? الزرع واحدة بس اللي بتتباع بالسعر اللي موجودة على اللوحة ولا لازم صندوق كامل? طيب. انا ممكن اتحرك من الطريق ده هيوصلني هناك. لا اتوقع. لازم نتحرك من الطريق ده. المفروض ان احنا استكشفنا القرية المرة اللي فاتت وعرفنا ان فيه طريق هنا بيوصلنا لنقطة البيع الجديدة. سألوني كده انا خبطت في العمود. علوم نتحرك لهم كده ونشوف النهاردة بيشتروا اليوكتين بكام. كده اتوقع وصلت اصلا. نقطة بيعية اول واحدة. وفي طريق من هنا برضه. بس مش عارب بيوصلني فين. طيب نخش بس على نقطة البيع اللي هنا ونشوف اليوكتين بكامل النهاردة. يا ترى في حد موجود اصلا? لا مفيش حد موجود. غريبا ان المحلات دي فتحة ومالهاش اصحاب يعني. فان صاحب المحل ده مش خايف على البضاعة بتاعته. اليوكتين النهاردة بمية وواحد. تيجو نجرب نبيع السندوق اللي معنا. تعالوا نجرب كده. المفروض نزيد مية واحد على فكرة. نحط السندوق ده هنا. فعلا اليوكتين الواحدة بمية واثنين دولار. كما كده بصراحة نقطة البيع دي كويسة. بحيز ان احنا لو عملنا محصول كتير جدا في المستقبل يعني. نبيع شوية عندنا في البسطة ونبيع شوية هنا. برضو مش هنخسر كتير قوي. يعني هنا السندوق لو في زرعتين يوكتين هيتباع بمتين واربعة. طيب نبيع السندوق ده. ما فيش مشكلة. بقناه بمية واتنين. وناخد العرباء بتاعتنا ونرجع تاني بقى للبسطة. الناس كلها ماشية فرحانة هي تشايلة كياس. الكياس دي بتاعتي على فكرة. يعني خلصوا البضاعة اللي في البسطة. لأ لسه فيه صندوق واحد بس. خلصوا البضاعة كلها. صندوق بطاطس. جمعنا لحد دلوقتي ست تلاف سبعمية واحد وعشرين دولار. لأ فعلا الصوب الزراعة دي فرقت معا كتير. جمعت مبلغ كويس منها. يعني زدنا حوالي تلات تلاف سبعمية واحد وعشرين دولار. طيب الزرعة دي خلصت. ده خلصت برضو. انا ملحقتش حرفيا. انا رحت بس بعت السندوق ورجعت تاني الزرعة بتاعتي خلصت. يعني ممكن ابيحها كمان. طيب محتاجين حوالي مسلا عشر سنديق ولا حاجة. هتلي كده بشر سنديق بعد اذنك. وناخد اي سنديق عادي. مش تفرق. احمر ولا اخضر. اي حاجة. ونرجع على طول على البيت بتاع الزراعة. ونبتدي بقى ننزل كل السنديق دي. وهتلي اول صندوق نحصد فيه الدرة. ونحمل على العربية. ونحصد كمان الجزر. اي حصدت الدرة. مش مهم عادي. درة وجزر مع بعض ما فيش مشكلة. وهتلي كمان صندوق. هنحصد الجزر اللي هنا. محتاجين كمان حوالي تلات سنديق بالزبط. كده كده السنديق معانا بالزيادة. ناخد بقى كمان الجزر ده. ونحمل على العربية. واخر صندوق هنحصده النهاردة. هتلي بقى الجزر ده. ونحمل على العربية. ونرجع على الباستر. نخليها مسلا العربية هنا كده. ونبتدي نعرض البضاعة بتاعتنا. واحنا معنا كم صندوق اصلا? بفضل صندوقين بس. احنا حصدنا ست سنديق. وعشان وقت الحلقة هخلي السنديق دي للمرة الجاي نبقى انباحة. فدي كانت حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها. واشوفكم على خير في حلقة جديدة بازن الله. السلام عليكم.